بعد تحذير الجزائر من خطورة الاتهامات الضمنية من استخدام عبارة الأصول الجزائرية كلما تعلق الأمر بعملية إرهابية بفرنسا وهو الامتعاض الذي تعاطت معه فرنسا إيجابياً هذه المرة وانعكس على خطابها الرسمي في التفجيرات الأخيرة التي هزت عاصمتها باريس وحسب ما نشرته تقارير إعلامية اليوم الأحد فإن دبلوماسيين جزائريين وفي إطار احتجاجهم سابقاً لدى السلطات الفرنسية أكدوا أنه من غير المعقول أن ننسب مواطناً حامل للنجلسية الفرنسية ومن مواليد فرنسا وتعلم ضمن مناهجها وترعرع في شوارعها ولم يطأ يوماً أرضى الجزائر إلى أصوله الجزائرية عندما يتعلق الأمر بأعمال إرهابية وهو الأمر الذي يؤيده الوزير والدبلوماسي السابق محي الدين عمي مورا إن هؤلاء القوم يحاربون الإسلام لأنه إسلام كل ما ترونه هو عبارة عن شكل ظاهرية يحاولون أن يستعدون نحن ضد ديننا والنقطة أعتقد تصبح مسؤوليتنا نحن لكي نضع كل شيء في مكانه ولكي نطالب السلطات الفرنسية بأن لا تحاسبنا على فلان أو فلتاني اللي عامل الجريبة الفلانية أو فلتانية بأنهم أكدر مرة تانية كلهم فرنسيون كونوا في فرنسا عاشوا في فرنسا رضعوا اللبن المسؤون من فرنسا كرهوا كل شيء في هذا المجتمع اللي الظاهر انتعوا بونزور أوروار ميرسي ولكن الباطن انتعوا حق حقيقي على الإسلام لأنهم يعتقدون أن هذا الإسلام أصبح خطراً عليهم وهو ما ليس صحيحاً إذا اعتبرنا أن الإسلام هو جين دين العدالة ودين من سوى الحقيقي فبعد أن عرضت في وقت سابق سلطات الفرنسية على الجزائر تسليمها جثتي الأخوين كواشي المتورطين في أعمال الإرهابية بفرنسا لدفنهما بالجزائر وقبلهما جثة محمد مراح المتهم هو الآخر كان الرد من الجزائر بالرفض المطلق فرئيس الفرنسي فرانسوار لوندو وصف منفذي تفجيرات باريس بالفرنسيين الذين قاتلوا فرنسيين وعلى نفس نهجه تعاطى وزيره الأول ووزيرات داخلياته وخارجيته حيث تحجت السلطات الفرنسية لأول مرة الخوض في أصول المجموعة الإرهابية المتورطة في هجمات باريس ترجمة نانسي قنقر